في مباراة السلة الأهلي والزمالك قمة الإسارة والندية مباراة مرجحت كتير قوي رايحة جاية رايحة جاية لغاية حتى بعد الوقت الإضافي زمالك متقدم بفارق تلاتة بونت لعب الزمالك أحمد ياسر عبد الوهاب افتكر إن الدنيا خلصة نسي إنه بيلعب الأهلي فشاور لجهاز الأهلي وللحضور دبح ناكو وما يعرفش إنه دبح فرصته في الفوز ودبح فرصة والده في إنه يكسب المدرب اللي كان موجود في الزمالك أوجستي وهو بيواجه الزمالك في صالة نادي الزمالك فكان الدبح مش للأهلي أبدا مش بس يا أستاذ بريم نقطة بس عشان ناس مش بس إشارة الدبح هو تلفز بلفز نابي جدا مقروق تماما بلغة الشفاء تمام كانت النتيجة إيه؟ عشان ناس بتقولك الإشارة دي بتحصل في الملاعب لما تكون مصحوبة ونت بتوجهها للدكة المنافس بتاعك بهذه الألفاظ النبية استحقت هو بقى كتر خيره اللي دعنا فرصة نكسب الماتش بالضبط أنت ما دبحتش الأهلي أنت دبحت فرصة والدك المدرب ياسر عبوهاب فرقتك يعني بالضبط فكانت النتيجة إنه الحكم يحسب رمية واستحواز للأهلي فالأهلي يسجلها ويستحوز في آخر ثلاث ثواني يجيب مهيب الرمية الثلاثية يكسب الأهلي هذه المباراة ده اللي حصل في صالة نادي الزمالي ممكن أشرح لك حاجة عشان ننصف أجوستي خمس ثواني خد تكنيكا الفاور ربنا اتداوله نتيجة هذا التصرف الغير محسوب فيه طيش شوي التاكتك اللي تعمل فيه عبقرية أولا لازم عشان تكسب تجيب الرمية وتعمل ثلاثية عشان تتعادل تجيب الرمية وتعمل ثلاثية أو تضايع الرمية وتجيب ثلاثية فأنت أول تحدي ليك على الأقل تجيب ثلاثية ولو جبت الأربع نقاط يبقى حتكسب الماش خمس ثواني عمل تايم قوت التحرك المدروس كله تحرك كده جه تومسو تخد الكورة دريبل بقى واحد اتنين ونزل مهيب اللي عددكا ما كانش في الملعب ومهيب أحد الموجودين جدا في السلاسية فالتحرك بتاع إيهاب أمين وبتاع الفرقة كله لم فريز الملك هنا وفرغ مهيب لوحده أعجمت وربنا وفقك أن الخطة مش كما خطتها دي اللحظة القتلة الحقيقة أنا حتى بعدها لما سمعت تصريحات الكابتن ياسر عبوهاب وياسر عبوهاب أنا عارف أنه هو حد مدرب وعد جدا بالمناسبة كان هو من قسيوط وإزا مالك كان أخده موسم يمكن واحد وثنين 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 كان وقتها اللوح حسنين وعمران كان رئيس الانتحاد السلة عليه رحمة الله حبي يعمل تجربة أنه ينقل الدورات المجمعة لبرى القاهرة فهوديها أسيوط ساعتها إزا مالك كان جاب ياسر عبدالوهاب من أسيوط أنا كنت حضر الدورة دي والأهل جاب من مركز شباب الزئذي طارق خيري بدايتهم كانت من هذه الدورة كيف وإنت في أسيوط وطولك وتحضر إزا يتاخذ منك لأيب زي ياسر عبدالها كامل طيب ده اللي حصل بقول لكم وقتها في موسم 91-92 وبدأ ياسر عبدالوهاب وأثبت الآن أنه مدرب كبير بقول ده لأنه ما كانش يصح يدافع عن خطأ ابنه لأنه بعيدا عن التكنيكا الفاول أو غيره أو ظروف المباراة هذه الأخطاء السلوكية في الملاعب ما يصحش تحصل ويتقال أصلاعب الأهل عمل لا ده كلام من هذا وذاك أديك ودفعته التمن لكن مش بس في الباسكت هو لا حد يش قادر يستوعب اللي حصل من الصفاقسي فاكرين الصفاقسي في الهدف التاريخي بتاع ابو تريكا وهم بيحتفلوا بصوا يلا احتفلوا افرح افرح بص الناس بتهلل مش فاهمين أن الأهل لسه في الملعب بعد الده ها 91 بعدها على طول شادي لراس في لافيو المسار التاريخي للي هدف الأسطوري لشمال ابو تريكا من مرة واحدة الكورة رفعت من شادي ما نزلتش على الأرض اه في الجون بس بعد ما كان الراجل بيقول لهم يلا احتفلوا يلا طيب واعتقد كان أنيس بو جلبان حتى وموجود مع الصفاقسي وقبلها كان بفرحان وبيحتفل الراجل بس أدرك بعد كده أن الأهل هو اللي كان في الملعب وده حصل برضو مع الرجاء المغربي لو تفتكروا في مباراة الأهل والرجاء شفنا بن حليب لعب الرجاء بيستفز جمهور الأهل النتيجة الأهل بيروز بس الراجل حقيقي اعتذر بعدها اه ده هو ده الأهل يا جماعة فدي ناس رضع بلاس 90 دي ناس رضع بلاس 90 كويس قوي اللي هي إرادة النصر حتى ما بعد السوان الأخيرة في جزء من الثانية بيتفوق الأهل تجربة الأهل مع هذا الجيل في مباراة الإسماعيلي الجيل الصاعد دفع الناس كلها لشان تقول الجين ده فيه إيه ده فيه دي إن إيه الدين إيه الأهلاوي شربوا الأولاد الصغيرين ومستوعبين وموجود في التكوين بتاعهم الجيني إنه حتى هو بيلعب الإسماعيلي إسماعيلي فرقة كبيرة لكن الولاد الصغيرين ما بيرهبوش الموقف لأنه عارفين قيمة الفانيلا اللي هم لابسينها فبيقتلوا حتى آخر لحظة وبيتعدوا في السوان الأخيرة ترجمة نانسي قنقر